فيعدي يوصل الجنيه لتسعة وعشرين ألف ومتين وبعدين يتراجع يبقى سبعة وعشرين ألف وستمية طبعا تسعير الدهب على أي دولار ده جزء تاني حاجة فيه ضق يعني زيادة في الطلب بعد طبعا فك الشهادات وغيره خلونا نحاول نفهم ماذا يحدث في سوق الدهب أستاذ لطفي مونيب رئيس شعبة الدهب بتعادل غرف التجارية أستاذ لطفي مساء الخير ماذا نائب رئيس ماذا يحدث في شعبة الدهب ماذا يحدث في سوق الدهب عفوا مساء الخير على حضرتنا مساء الخير على شاهدين مساء النور يفند بتفضل مساء الخير يفند مساء الخير هو اللي بيحصل إحنا بالنسبالنا لازم كلنا نقع عبقين أن سعب يتم تسعيره من البداية على ثلاث عوامل العامل الأول هو سعر البورصة في العالم ومحسوبة بسعر الدولار والعرض والطلب في البلد عندنا احنا عندنا هنا سعر الزهب في العالم ده موضوع مش مفهوش خلاف كل الدنيا بتشتغل عليه احنا عندنا المتغيرات او الازمة في الحساب على سعر صرف الجرار اناب الجديد بالاضافة والاهم واللي هي اللي اصبحت الحاكمة بالنسبة لنا النهاردة العظل والطلب احنا عندنا النهاردة تدافع من الناس على شراء الزهب بشكل لم يسبق له مثيل في السنوات العمر كلها بيخلي الناس النهاردة كل الناس بتجديه عشان تحقق حاجة واحدة تشتري الزهب خايفة من معدلات التضخم العالية جدا اللي حصل في الفترة الاخيرة فتشتري الزهب بشكل تلاتة وربعمية تلاتة خمسمية تلاتة وستمية هو كل ما بإسمع رقم ما بيقول بيشتري على السنوات هذه احنا في بلونة بيصنعها العرض والطلب لان احنا في سوق اصبح اللي موجودة كميات اللي موجودة في المتاحة من الذهب اقل بكتير من المطلوب ايبا تاني ارجع حارك بتقول ان احنا في بلونة يصنعها العرض والطلب وان الطلب على الذهب اكتر كتير من الموجود من الموجود لان انا ما عنديش انا عندي مشكلة ان انا ما عنديش مقدرة ان انا استعود الذهب بالوقتي اللي انا بديع